مرحبا وآلا فيكم طبعا في خضم هالتفاصيل الكتيرين عم تتابعنا نحن يوميا لازم يكون في عنا رؤية العامة موجودة يعني المشروع الحقيقة بيّنت أبعاده يعني وأصبح بإمكاننا أن نرسم معالمه في المستقبل واضح أنه إسرائيل يوم تسعى إلى إغلاق يعني أو انهاء الأعمال في جبهتين غزة وجنوب لبنان أصلا اليوم أعلنت أنه غزة أصبحت جبهة ثانوية ونقل الثقلة إلى جنوب لبنان ومن الواضح أنه فيه قرار بتصفية حزب الله والأعمال القتالية في تلك المنطقة هل المشكلة أنه إسرائيل حسب مراجعة تاريخها لا يمكن يعني هي بحاجة إلى الصراع يعني هي وجودها مرتبط بالصراع في المنطقة فما بيضل عنا غير سوريا وحاليا جنوب سوريا يعني وأخشى أنه يتحول جنوب سوريا إلى نموذج مشابه إلى يعني لجنوب لبنان ليش عم نحكي هذا الحكي هلأ نحن لازم شوي هيك نرجع نستذكر الأحداث الحقيقة الجنوب على ما يبدو عم يتحضر له منذ فترة ولكن نحن ما كنا عارفين مع عارفانين نربط الأحداث في بعضها من وقت ما حلت الميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري بدل الجيش النظام هلأ بدأ نقول وين الجيش النظامي؟ الجيش النظامي تم الزجفة لمقاتلة الشعب السوري لقتل الشعب السوري وهذا طبعا برأي معظم السوريين ما بدأ نقول الكلمة لكن معظم السوريين لقى ما لقى على يد الجيش السوري بحجة مكافحة التنظيمات والآخرين يعني ألقى عليه البراميل وقصفه وشرده ويعني فرغ مدن بأكملة من سكانة مو بس يعني أشغل بهذه المعركة ونقل القوات من جبهة العدو الأساسي إلى الشعب لأننا نقول العدو لنا دائما نحن نعرك من عقود طويلة هي إسرائيل والجبهة وإن كان فيه اتفاقية لفك الاشتباك وفيه إدنه ولكن الجبهة هي في الجنوب وكان التمركز الجيش السوري ثقله في الجنوب اليوم ما فيه في الجنوب أبدا تواجد غير بعض النقاط التي تسهل للميليشيات أعمالها في تلك المنطقة باقي الجيش السوري هو في مناطق أخرى في حلب وفي إدلب وفي دير الزور ما تبقى من الجيش السوري هو في تلك المنطقة فإذا لم يبقى هناك جيش السوري أصبح هناك ميليشيات وهذا أعطى ذريعة لإسرائيل منذ البداية طبعا أن هذه الميليشيات فيه خطوط إمداد إلى فيه أسلحة عبطوصلة من تواجد إيراني موجود أيضا في سوريا من خطوط إمداد في سوريا فعطت لنفسها الحق وعندما كان موجود يعني منذ العام 1974 بأن تتسيد الأجواء السورية وتخصف أينما تشاء يعني متى ما تشاء وهذا نحن عم نعيشه يوم بيوم أصبحنا وهذا يتصاعد فإذا هذا كان تغيير نحن نرجع عم نقول أنه الحرب بين سوريا وإسرائيل وقفت بالعام 1974 باتفاق فك الاشتباك اللي حدد خط معين ومنطقة من زوعد السلاح ومتقيدين كل تلك السنوات اليوم من واقع يتغير وفينا نقول أنه إسرائيل انقلبت على هذا الاتفاق أو هي يعني ألغت هذا الاتفاق وبحجة وجود الميليشيات الإيرانية اليوم تتوغل ضمن الأراضي السورية وقبل التوغل نحن لحتى يعني عم نقول اليوم حلقة ربط الأمور ببعضها دائما كان في مطالبات من إسرائيل بيدفع الميليشيات الإيرانية ليش من مصلحة يكون في ميليشيات ما يكون في جيش سوري الجيش السوري وجوده شرعي أما لما الجيش السوري يذهب باتجاه الشمال ويفرغ المنطقة لتحل مكانه الميليشيات الأجنبية يصع من حق إسرائيل أن تطالب بيدفع هذه الميليشيات لمسافة 80 كيلو متر بعيدة عن الحدود يعني هذا اللي صار وكلفت روسيا بهذا الموضوع وفشلت روسيا من حيث الظاهر بإنجاز هذا العمل واليوم واقع الأمر مثل ما شايفين على الخريطة ما زالت ميليشيات حزب الله وهذا يعني أيضا غريب عجيب يعني عشرات النقاط لحزب الله في الجنوب السوري بينما يعني هناك مقتلة لحزب الله في الجنوب لبناني ليش ما غادروا وراحوا يشوفوا شغلوا ونحل الجيش السوري مكانهم في تلك المنطقة ما حدا بيعرف أول حقيقة منعرف ولا رح نقول ليش فإذا بدأت بالمطالبة فشلت روسيا اليوم مع يعني تعظيم خطر حزب الله في المنطقة وتهديد أمن إسرائيل أعطى حزب الله ذريعة التي يعني وإيران من وراءه لأن نحن دائما الصراع في قطبين لا يمكن أن يكون إلا وجود هذين القطبين إيران وإسرائيل فأعطته الذريعة في غزة من خلال يعني سيطرتها على حماس في جنوب لبنان من خلال حزب الله واليوم ميليشياتها موجودة في جنوب السوري غياب للدولة السورية مثل ما عم نشوف طبعا كان في تمهيد خلينا نقول كبير إعلامي وعسكري جيش الأردني والأردن يعني كانت على طوال سنتين موضياتين تقول بأنه لا وجود للدولة السورية خطر الميليشيات الإيرانية وفعل في ميليشيات إيرانية وفي خطر داهم يعني يهدد ليس فقط إسرائيل وإنما الأردن ودول الخليج العربي فإذا هذا صار واقع مثبت وأصبح من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها فمنشوف اليوم هي اخترقت خط الهدنة تجاوزت خط الهدنة هي تحفل القنادق وهذا الشيحة كان فيه قبل هالمرة وتمت طريق يعني أخذت مساحة ألف متر بسبعين كيلو متر تقريبا سبعين كيلو متر مربع يعني أخذت من أراضي السورية لم يعني هذا العمل ما استحق حتى تصريح من قائد القوات يعني قائد الجيش والقوات المسلحة الفريق بشار الأسد ليس كرئيس دولة الصامت أيضا كرئيس الجيش أو تحريق قطعات أو تنديد أو إدانة أو اتخاذ أي إجراء يعني أنت في عندك قوات عدوة في عدود تقليدي طب هذا عدو كلنا متفقين أنه عدو واقتعهم حدودك وفات عبيعمل طريق عبيعمل خنادق وعبيلتف على حزب الله من ناحية الجولان لحتى يقضي عليه حليفك الأساسي وانت من تم ساكت يعني شوفوا لوين نحنا وصلنا طب هو السؤال بهذا الواقع يعني الحزب يتعرض في مقتل لماذا لم تغادر قوات حزب الله ويعود الجيش السوري لأن الصراع من المخطط له أن ينتقل إلى الجنوب وأصلا لم يعود لدينا هناك جيش سوري يعني جيش السوري معظم الشباب السوري طبعا نحن نعرف قوام الجيش السوري ومن الخدمة الإلزامية معظم الشباب السوري اليوم في الخارج بين مهاجر ولاجئ مئات أو عشرات الألاف قتلوا في المعارك الدائرة وللعجب أيضا أنه منشوف أنه الرئيس بشار الأسد قائد الجيش والقوات المسلحة من سنتين لهاللعب ياخد قرارات بتخفيض أعداد منهم في الخدمة يعني موضوع من يومين لسه طلع تسريح إلغاء الأحطياط 40 سنة ونحن نعزم بهذه القوات ونزيدها بحجة وجود إسرائيل وأتصارت المعركة الحقيقية سحبنا الجيش من الحدود بذرائع معينة حتى نقمع الشعب السوري نفسه وعندما أصبحت إسرائيل في داخل أراضي السورية منشوف قائد الجيش والقوات المسلحة يصدر قرارات التسريح يعني نحن اليوم ما نستغرب وهذا الشي حصل أنه منشوف نحن بصحافة العدل الإسرائيلي في عندك إعلان على استدعاء ما تبقى من قوات الأحطيات لنقلهم إلى الجبهات الشمالية وعننا بنفس الوقت منشوف أن الرئيس والشار الأسد عم يسرح قوات من الجيش الناقص أصلا أو الضعيف أصلا يعني عدم وجود أفراد كافية حتى وإن أراد نقلة إلى الجنوب اليوم لا يوجد أفراد في الجيش لا يوجد هذا العدد اللازم لكي يغطي الفراغ في حال كان موجود ويمكن حتى يعطي الذريعة لبقاء الميليشيا والمقاومة في الجنوب السوري فهذا مثل ما شفتوا يعني أو مثل ما شايفين أنه نحن اليوم تم التحضير تماما لكي تنتقل الجبهة إلى سوريا أغلقت الجبهات في المناطق التقليدية يعني خلال عقود الماضية في لبنان وفلسطين اليوم في تهيئة صار في انسحاب للدولة من الجنوب في انسحاب للجيش من الجنوب حلت ما كان القوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية بحجة المقاومة أصبحت تعطي الذريعة بأنها تهدد وأحياناً يعتطلق بعض المفرقعات باتجاه إسرائيل إسرائيل أصبح لها الحق يعني مبسية مثل ما قالنا كمان تشتكي أيضاً الأردن تشتكي يعني الحدود الجنوبية كلها تشتكي من الخطر وحتى إذا بتشوفوا البلاغات الأردنية كانت على مدى السنتين الماضيتين أنه مخدرات وأسلحة ومخدرات وأسلحة وزعزعة أمن الأردن ويعني الحكم فيه وهي أيضاً يعني الخطر امتد للخليج ففيه ترويج فيه إعداد لوجود خطر ميليشياوي إيراني في الجنوب يهدد دول الجوار ومنها إسرائيل وبالتالي إسرائيل أصبح لديها اليوم الحق وأخذت الضوء الأخطر دولياً من حلفاء استعدت لحتى تشتاح الأراضي السورية هلأ لأين بتوصل بالأراضي السورية قديشك تاخد وقت النموذج اللبنانية اللي يصل له عقود طويلة هل سيتكرر لدينا بنفس يعني الفترة أم يكون أسرع أقل ما حدا بيعرف ولكن من الواضح اليوم بأن الصراع ينتقل إلى سوريا إلى الجنوب السوري والبشكلة نحن تقول 80 كم بعيدة عن الحدود يعني وصلوا إلى دمشق يعني دمشق قريبة جداً عن الحدود الجنوبية وهي العاصمة فإذاً فيه تهديد مباشر للعاصمة وسكانة في هذه الحالة ومع إصرار ومع إصرار إيران على البقاء في سوريا وأرسال خبراء وقاتل العسكريين ونحن شفنا شو يصير بسوريا بقصف حتى في العاصمة دمشق منظل نحن تحت خطر داهم ما بنعرف إمتى بينته فهل أن نحن شو فينا نعمل الحقيقة يعني ما فينا نعمل شيء الذي جرى بدي أرجع أذكر بأنه أعطى الحق لإسرائيل لكي تتجاوز اتفاقية فك الاشتباك وهذا أخطر ما في الموضوع أنا في رأيي اليوم انتقلنا من حالة مستقرة موجودة من عام 1974 إلى اليوم اليوم العام 2024 يعني ليش بيكون في 50 سنة اليوم فينا ننسى هذه الاتفاقية وهذا حصل على أرض الواقع ما في أي رد فعل من قبل النظام السوري والدولة السورية تولت العملية إيران في أعمال المقاومة والميليشيات فإذا نقلنا التجربة إلى سوريا نحن السوريين بحارة سقوط حر الحياة نحن سما ارتطمنا في الهاوية عم نضرب بالحيطان الثقل اللي عبي جرنا لتحت هو الرئيس بشار الأسد ما فينا نعمل شيء بما نرتطم ونقوم نوقف ونشوف يعني لملم حالة لنعرف شو بنا نعمل ولكن كل الأمل أنه هالأرتطام في الهاوية وهذا الثقل يعني والسوريين وما عليهم أن يعني يكون من نتائج هذا الأرتطام الخلاص من حكم عائزة الأسد ومن بشار الأسد وقتها يمكن أن يكون لدينا فرصة لكي ننقذ ما يمكن إنقاذه من سوريا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة